السلام عليكم حبيباتي يا صباح الخير يا صباح النور على أغلى وأعز مشتركات على قلبي وشراكم حبيباتي إن شاء الله تكونوا كامل بخير وصحة وعافية وحبيت نقلكم كامل مساء الخير اللي رهم يشاهدوا في الفيديو في الماساء هكذا حبيباتي باش ما تزعفوش اللي شوفوا في الصباح قتلهم صباح الخير و اللي شوفوا في الماساء قتلكم مساء الخير والوقت دي جليش في تهراني رحبت بيكم كامل بتحية الإسلام اسمحوا لي حبو بتحية الإسلام على هذه الغيبات لابد لي طويلت بزاف بزاف عليكم هذه المرة عندي تقريبا عشرين يوم هكذا كما شاركت معكم فيديو أحبيت نشكركم كامل حبيباتي اللي سكسيتوا عليها في الكومنترات أخليتوا لي تعليقات سكسيتوا على شغبت عليكم تبعوا معي الفيديو حبيباتي ضغن جاوبكم في الفيديو على شغبت عليكم هذه الأيام كما شفتوا خياتي بديت يومي بشرب كأس من الماء كما شفتوا الكاس اللي خيارتو يكون كبير شوفوا خياتي كتشربوا الماء مع الصباح حياتكم هيا راحات تبدل وصحتكم تاني تراحات تبدل على بلكم يا لبنات الماء بزاف مليح مع الصباح سوحتوك تزيدولو عصر قارص ولا شرائح الليمون ولا تحبو تاني تزيدولو بدر شية ولا بدر الكتان عندهم بزاف فوائد لجسم دينا دونك حبيباتي هاد العادة غاني بزاف مع تعمدتها هاد الأيام والحمد لله خرجت عليها ولقيت نتيجة إذا حبيتو نحكي لكم بالتفصيل استنوني في الفيديوهات الجايين إن شاء الله نشارككم تجربة ديالي اللي هنا خياتي شاركتكم بهاد الماسك اللي يخلي لك الوجه ديالك فلتر انضيغي راكي ديرا ماكياج ووجهك راهو طبيعي شوفوا خياتي كيب بزاف اللي يعرفوني هكذا يستقسوني يقولوا لي واشنو هو السر تاع الصفاء البشرة ديالك شوفوا خياتي والأغير ما كان حتى السر السر هو كيما قلت لكم العناية الشخصية لازم دايما تعتنوا بالجسم ديالكم بوجهكم بكل حاجة دونك خياتي نرجع للماسك ديالنا شوفوا خياتي روحوا عند العشاب أي عشاب يكون في الحي ديالكم قولوا لي يعطيكم ورقس 5000 1000 لف تاع الكركادية اه هي خمسة لف والعشرة لف تجيب لكم كونتيتي لبس بيها تقدروا تستعملوها مراتين او ثلاث مرات كما شفتوني حطيت في هذه الكسر هنا حطيت كمية تاع الكركادية وزت لها كمية تاع الماء وخليتها حتى تغلي كيغلت لي تلقت لي هذا كل منقوع ديالها اه صفيتوا وزت له كما شفتوا مغرفة كبيرة تعنيشة وعودت رجعتها فوق النار خلطتها جيدا حتى بدأت تغلي غدت تغلي عقدت لي واجبتها كما شفتوا خياتي هذا هو القوام التي تحصلت عليه تقدروا تخلوها شوية خفيفة على هكذا ولا تدروها شوية تقيلة كما انا انا نحبها تكون شوية تقيلة هكذا باش تمشيلي في وجهه وثاني باش هذه الكوش اللي تديرها تكون اي باسمتكم شقيقة بزا فالا خياتي واجبوا بانسو لأي حاجة وتبقوها على البشرة ديالكم شوفوا خياتي هاد الماسك بزاف هاي اللي راح يبيضيكم لوجه ديالكم ويعطيه لمعة ونظارات لحظوها من تجربة الاولى شوفوا حبيباتي بكل صراحة هاد لي ماسك طبيعيين النتجة ديالهم هاديك اللي راح تكونوا وبين بلي ما رايش راح تبن من التجربة الاولى دونك حبيباتي لازم توضبوا عليه ديروه مرة او مرتين في الاسبوع الاقل مدة شهر راح تلقو هاديك النتجة اللي راكم تحوسوا عليها وجهكم يصفى يبيض شوفوا خياتي بكل صراحة اذا كان عندكم مشكلة الحبوب في وجهكم لازم تعالجوهم قبل راحوا عند ديرماتولوج وشوفوا المشكلية لكم واشنو هو عالجوهم باش تروحوا تديروا هاد لي ماسكي مع لبلكم هاد لي ماسك تستعملوا مع بشارتكم صافية بار اكزامبل عندها غير مشكلة خفيف ولا عندها مسامات مفتوحين شوية ولا باش يعطوكم نتيجة فالا خياتي كما قلت لكم ونذهبوا وقولواوي ازكوا انجح معاكم هاد ليشكلة بادي باليرة راحari سيخرج عليكم وعالبرشرتكم وكما قطesh لكم الحبيباتي جرانيón assim هذه القناة من خرج على البشرة الجهفة والبشرة الدهنية بار دور الحياة смотрите البشرة الجافة ول البشرة العادية دائما بعد ما ديروا لي ماسك ديالكم وتتصلوا الأوجهكم رطبوها ديرو الكلام ورطيب باش تبقى لكم البشرة ديرلكم رطبة ومتنشفلكمش اما بالنسبة للبشرة الدهنية كي معرفيكم حبيباتي كي ديرو اي ماسك وديروه ابلوكيوه بعد كي تغسله ديرو كاشطون ونعرف لك اش حاجة مما البشرة الدهنية رزمنها ترطيب بالصح مشيكي مق البشرة الجافة رزمنها ترطيب على الاقل مرة او مرتين في اليوم فلا خياتي اللي هما جزت معكم مباشرة الروتين الصباحي اللي دايما نصبحوا عليه كما لابدكم دايما اللي ساني طوالات ولا سال دعباء اكرمكم الله كما الاصباح يكونوا شوية هكذا مصفين ماشي وساخن كما لابدكم الماء السابون كي ترشونا كامل هذه الدنيا يخلوها النا شهبة حبيباتي ما تغفلوش على البيوت باش ما يتراكملكمش الاوساخ ومبعد كي تنظفوهم ومجوكم واعين صراحة خياتي انا هاد العملية ولا هاد التنظيف ما نديروش يوميا نديرو كل يوميا ولا تتيام نغسل هكذا الدنيا كما لابدكم وقتلكم السابون يخلي اللي تخاص ديالو فلا خياتي فيدي تكامل هادك تاجيرا من اللي بخوضوي اللي كانوا فيها سنو خياتي اشتو هذه اللافات بالزاف هاي للمعان انا صراحة كانت عندي هادك اللافات اللي جاية جيها فيها اللافات رقيقة ما ماشي حرشة بزاف كما هالي وجيها فيها بونجا الزوج احتاجها في طنوبيل ده ومرجحها لش أعلى بها ملقيتش كامل لكي نخدم اجبت هاد الالافات ما رقيقتلكم به هاد الالافات ما خليتهم غير المعان ولا الارضية زع ما كنحب ننقيها تخاص بيها ونحكها بيدي نحكها به هاد الالافات والله هي البنت بزاف هاي لين فلا خياتي كما شفتوني اضطلت هذه كلامي غواغة اكتاجيرات من الفوق وغسلت ثاني تلعين صراحة خياتي ما نحب شكامل نغفل عليها كنغفل عليها نخفت تصدالي ولا كيف لا يصدها ثم نحطل معها نحنا خياتي جيت لكي نشلل كامل هذه الرغوة كما لابدكم كنشوفوا الرغوية في الصيف ومع العجز وتفيني كامل تحبزوا حبيباتي ان شاء الله نحفز لكي نضل دنيتكم ونضل داركم ومتعجزوا سوفتوا مع الصباح صراحة خياتي قبل ما زع ما نقوم بعمل نحب نشوف الفيديو نشوف كشوه نقوم بعمل كامل لنضل نحفز ونقوم بعمل كما هي وهذه الطريقة كثيرا هذه السخطة التي يحكمهم التفنين من ذلك كما أنا صراحة خياتي من ذلك يأتي من ذلك يأتي من ذلك يأتي من ذلك يأتي غرف الفراش مع الصيف العجز التفنين لابلكم يا البنات نحب نقعد غرف بلاستنا مقابلين لك لما هذا ما كان ظل أخياتي ثم أقتلكم هالطريقة بالزافة إلى تحفزكم وقبل ما نجاوب عليكم ونقول لكم على شغل بتاعكم حبيباتي ويحبت أن أرحب كم المشتركات الجديدة التي نضموا للقناة نقول لكم مرحبا بكم حبيباتي والذي كانوا معي بداية القناة نقول لكم حبيباتي ربي يحفظكم وربي يخليكم لي والذي ما زال ما نضموا للقناة نقول لكم حبيباتي وشراكم نستنى ونضموا العائلتنا الصغيرة اللي راهي كل يوم تزيد تكبر بكم وتعني تخياتي لابلكم باللي عندي مدة وانا غيب عليكم حبيباتي اليوتيوب كما لابلكم لا تنسوا كامل فضلا وليس أمرا دعوا لي لايك لكي تحفظوني وكي الفيديو يطلع لي وما يعاقبني اليوتيوب وثانية حبيباتي لكي تكافؤوني على المجهود التي سنضموا لكي نشارك معكم هذه الروتينات شوفوا حبيباتي سبب الغياب لكم كامل هذه المدة هو المعرض مجوزنا العيد الكبير على بلكم بالأغلبيتنا كامل مرضنا كما على بلكم اكرمكم الله كامل مرضنا بكرشنا بل دياري الحمى اكرمكم الله المهم خياتي سرى فينا الباطل واناها مورما بديت نرتاح شوية تقريبا 1-15 ميام وانا مريضة ضم خياتي مورما بديت نرتاح انا شوية محمد مرض لي في الأول ما كنتش على بالي بلي راهو مريض بكرشو اكرمكم الله بعد بديت تحكمه لدياري الحمى المهمية بنات سرى فيها الباطل ومبعد كنت تقول الطبيب قتلي بلي راهو نشوفلك كامل مسكين حتى عطتلي ساشيتاء دواراني معاها قتلي بلي وحد الفيروس راهو يدور راهو دير حالة وتقريبا كامل راهو يمرضوا به حبيباتي ببلاكوا على أولادكم وما تغفلوش عليهم كامل على بلكم يا البنات كي مرض لكم واحد من أفراد الأسرة ديالكم سواء كان زوجو لانتوما ولا الأولاد تحسوا لنهاركم تحسوا روحكم كامل ماشي أعلى سوتانية متحسوش كامل بالبنات على نهاركم حبيباتي حضروا على أولادكم لا تحسوا لهم كامل يخرجوا لكم في هذه السخانة كما على بلكم رانا في الوسط حبيباتي إذا تبدأ هذه السخانة القوية هذا الجو يكون مغموم الميديتي خياتي لا تحسوا لأولادكم يخرجوا لكم الصباح أو هذا في وقت القيلة خلوهم يخرجوا لأشياء كامل يبرد الحال يبدأ تروح هذه الشميسة القصحة لكي لا يمرضوا لكم وخياتي تروحوا للبحر لا تخلوا لأولادكم في هذه السخانة القوية يقعدوا ويعوموا لكي لا تضربهم الشميسة ويمرضوا لكم الحمد لله حبيباتي أنا عاني ارتحت ومحمد راه وبدأ يرتاح لي أربي شافيك كامل مرضانا ومرضى المسلمين ومن هذا المنبر نقول لك مرض خالي طهور إن شاء الله أربي شافيك أربي إن شاء الله يعودك وحبيباتي شاركتكم تنظيم المشترايات كما شفتوني وثانية التنظيم الفخي جيدا كيفاش ننظموه فهدوك المنظيمات كل حاجة كيفاش نرجحها البلاستها هاد المنظيمات اللي نحط فيهم زيتون ولا كاش حاجة مو علابة هاد المنظيمات يلبنت بززاف هالين ينظمونا المطبخ دياننا ينظمونا الفخي جيدا وثانية كل حاجة تقع ضنقية ومفروزة وعليتكم كي تحتاجوها تجبدوها كما يقول لك تجبدوها على النقع وبالنسبة ثانية للاخوات اللي طلبوا مني باش نديروا لهم روتين العناية الشخصية والروتين الانتوي ونقلكم حبيباتي راني نصوري لكم فيه انتظروني ان شاء الله نديروا المونتاج ونكمل برك اللقطات اللي ما زال ما كملتهمش ونشارككم بروتين الصيفي على بل بلي كين بزاف اللي يكونوا عرايص ولا اللي يكونوا هكذا ما مقاعدين في الدار ويحبوا يديروا روتين شامل للعناية بكامل الجسم وثانية بمواد طبيعية يكونوا في المنزل دياننا ماشي لازم يكونوا عندنا زعمة هكذا اللي بخدوا غاليين ولا اللي بخدوا حاجا وباش نعتنوا بأنفسنا قادر غير بأشياء من المنزل نعتنوا بروحتينا ونطلعوا المرلر وحتينا دونك حبيباتي اسنوني في الأيام المقبلة ان شاء الله رح نشارك معاكم الفيديو وبالنسبة لبعض الأخوات اللي يحبوا يدخلوا بزاف الخصوصيات تاع هكذا أصحاب القناوات صراحة خياتي انا كم المشتركات ديالي ما شاء الله عليكم كينا واحدة فيه أقلي لو لا كما يقول لك غير واحدة الزجولة ثلاثة يحبوا هكذا يدخلوا في الخصوصيات اللي في غير ما نعتبرها أنا من الخصوصيات وما نحبش نشاركها مع المشتركات ديالي نحب نشارك معاكم روتيناس تاع شغل تاع نصائح تاع موتيفاسيون كيما قلت لكم والأمور الشخصية نخلوهم أبجي هادي جا شهتوني حبيباتي جانا مجيت قتلكم باللي ضربت مع الزجولة صارت لي كاش حاجة دايما نبرتجي معاكم غير الحاجات الإيجابية سينو هاديك الطاقة السلبية دايما سي كيفاش نغيب عليكم ولا بعد كي يكون عندي الطاقة السلبية ولا يكون عندي كاش مشكل ولا كاش حاجة سينو حبيباتي اللي تحب تعرفوش يخدم من الزجولة لش حال السن ديالي ولا زعمة المهم كاي بزاف عفيس هكذا ولا أسئلة يجوني نعتبرهم أنا حاجة خصوصية سينو حياتي إذا حبيتوا تعرفوك اش حاجة نقدر نشاركها معكم ولا نشاركها معكم والله يا البنات كاي المشتركات وفيات دايما نلقى لكم انتاغ ديالهم وكي يحبو هكذا يسقسوني على أي حاجة ما نريد تكون خاصة شوية هكذا كونجوبهم عليها في التعليقات باش تعرفو حبيباتي كينفرق بين وحدة تجي هكذا كما يقولك تجي من برد تجي تحب تعرف كل حاجة وكين وحدة متابعة ووفية بداية القانات ولا المهم دايما تخليلي تعليقات وتسقسيني بطريقة محترمة كرامة نجاوبها على السؤال التي تطرحوا لي فالحبيباتي حبيباتي تطرق هذه النقطة على خطرها كينفرق بزاف اللي قتلكم دعوالي في التعليقات كينفرق الكمانتاغ ديالهم وكيني نجاوبهم بالطريقة اللي يستهلوها الهنا خياتي كما راكم تشوفوا كنا رايحين للبحر محمد ربي يحفظه اللي ان شاء الله كما شفته كان يلعب بالبالون وبنت لستي مليخ فقط يقولوا انه كان يحفظه له وانه كان يحفظه أجبكم يا البناتي يقتل بالضحك اللي حطيتوا الهنا قاعد يلعب في الليل كانت خائف كما راكم تشوفوا راهم كانتك كامل ومن بعد يكتبون لحالب يقولوا زيدي زيدي يقولوا واو كما راكم تسمعوا فيه اللي هنا كنا حابتين للبحر كان الجوا بزاف كبير هذا المعالم لم تظهر كما راكم تشوفوا كانت الحالة مغيمة والشميسة لم تكن قرية صراحة يا البنات انا نحب ان اذهب الى البحر مئة المشكلة لا نحب ان نتعرض لهذه الشميسة كما على بلكم تكحلنا كامل هذا الوقت كانت قاعدنا في الدار وهذه الضيوضية كامل انا نخرجوها لشميسة ونرجعوك هولا سخطو البيتوتيين كما صراحة يا البنات انا نحب الدار نحب الدار نحب الدار كما على بلكم برد نكره نحبها كما بلوجة نحب ان نرحل البحر ونرحل الكشبلاسة من يوم ست معه لوستي وعجوستي دهنا رجل لوستي كما لا تشوفو جوزنا نهار بزدف شباب ومحمد الخوف نحبش كامل يدخلوا عم كما شفتوا ريح هذا الكرسي وقعد مقابل البحر يقولي الماء لديكم يريد منه نحبش كامل يدخلوا اللي هنا حبيباتي أحبت نشارككم ونخلي لكم صمت على الفيديو كما تحصلوا لكم كما تشغل راكم معنا في البحر تحصلوا لأجواء تلك البحر سنوخياتي لابده كان بزدف منكم اللي عانوا مع الأزواج ديالهم تقول له خرجني ما يخرجها شوفوا خياتي كان الأزواج كان بزدف انواع كان هو ضعفه وما يستمحوا لشي يخرج العائلة كان له غالب فنيان كان ما يحبش حتى يخرج لهذه الأجواء السخانة وكامل وكان اللي يتلقى عنده لبس به هو يحرم الأولاد ويحرم الزوجة دياله كما راكم تسمعوا خياتي محمد راهو غير عاق عاق دخل في السابلة في صندالة راهو يخرج فادا كاررنيلا ويقول لها عاق قال بكم يا ابنتي محمد يقتل بالضحف اللي هنج بثلاثة باش نشرب شوية قال ليعطيني لقاه السخون بده غير يقول لي اوف اوف قال بكم يا ابنتي محمد هذا بالله غير وحده لان اخياتي بعد ما شرب هدك شوية لا تلقى السخون قال ليعطيني الشرب كما راكم تشوفو شرب هدك الماء ورهو يشرب في الماء والله هنا خليته يمشي واحده في السابلة في الأول كان غير يقول لي عاق كما سمعته و بعد خلاص بدأي وعلاق صراحة انخياتي البحرهو شوية بارد نزل ما سخونش ملح 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 من هذا اليامات كما راكم تشوفو راهو سخون الحال يكون سعبا بدأ يسخون قدروا نعوم وعناس قلت ان شاء الله كنعودوني فترة دخلوا يعوم من يلعب بشخ ملح هذا الخوف هو صراحة هذا كلمة البارد هو اللي يخلع على ذلك لا أحب شيء يدخل هنا أخياتي لوسي وبنتها قالوا لكم لا تنسوا لايك و قبل ما ننسى حبيباتي الفيديو راهو قريبي اخلاص حبيت نوجه كلمة لهذه الفئة التي تتلقى قسمها في التعليقات تنسوا نعتبر روحي ونحب نقعد متهلا فروحي وفي الزوج ديالي وفي أولادي وفي المنزل ديالي ونقعد هكذا ان شاء الله حتى نرجع في عمري 80-90 سنة واللي ما عجبهاش كلامي ولا ما عجبهاش العنوان تاع الفيديو التاعي ولا ما عجبتهاش قناتي تتفضل تخرج مع رانيش مسيفة عليك باش تتفرجي وبالنسبة لمشتركتي العزيزات نقل لكم حبيباتي اسم حوالي على هذا التدخل صراحة ماشي مولفى نهضر على هاد الفيئة في قناتي ميلا غالبية لبناتكم تعرفوا من ذاكي هادروك كي تسكتي هادروك هادروك بالسيف وقبل ما ننسى حبيباتي متنساوش تدو معاكم لكخان توتال ديالكم باش تديروها على الاقل كل زود سوية باش تحموا البشرة ديالكم باش ما تتحرقلكمش ولا حبيباتي هادو هما الاساسيات اللي لازم تدوهم معاكم باش تحموا انفسكم لحنا حبيباتي لاحقنا نهاية الفيديو ان شاء الله هيكون عجبكم وان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالخرجة معايا نحبكم